الأول أبن نخش على وقت طول زمالي قالوا لي أنت فسقت التعاقد بتاعك مع غزل محلة صباحاً النهاردة ليه؟ ما فيش ناس كلمتني طبعاً النزول تحت الفلوس دي مش تبقى موجودة طبعاً العقد بتاعك فهي مش بالتراضي بالحب بكل حاجة الحمد لله فما فيش حاجة يعني مش أزمة ولا حاجة لا لا ناس محترمة وكلموني المبلغ ده تحت مش هينفع وطولهم خلاص ماش تمام وإنت حيبت لها الممتاز وإنت حيبت لها الممتاز طبعاً في أي اسم من الأسماء الموضوع لأن الموضوع كان النهاردة الصبح طبعاً نتكلم على غزل المحلة نفسه غزل المحلة بداية موسم رائعة جداً مميزة جداً وكان لافت الأنظار جداً وإنت كنت في البدايات ماشي بشكل كويس جداً معاهم لأسوق الحظ والإصابة اللي عيني أصابت الروباط الصديبي إيه اللي حصل لغزل المحلة؟ ليه؟ لماذا تحول الأمر من فريق كان بنقول اللي هو هيبقى موجود في المربع الزائبي على ضوء المستوى اللي كان بيقدمه في بداية الموسم وفجأة فرقة بتهبط لدول الدرجة التانية إيه حصل اللغباط يا جامدة من المدرب الأجنب اللي كان موجود حصل الدروب بقبل ماضي شنادي الأهلي لا الله ما فساديو الأول الدروب قبل ماضي شنادي الأهلي إنه هو عايز ياخد فلوسه بالدولار ومش عارف إيه ده اتغلبنا لنادي الأهلي اتنين وبعد كده روحنا للكسيد ما ليتحسس كندريا والدنيا مشت بأمر طبيعي أنا تصطي بقى الدولة اللغباطي بقى تغيير مدربين كتير الإدارة بدأت تغير مدرب تسمع لي هنا وهنا بدأت تغير مدرب دانا مدرب دا فالدنيا وقعت خالص ملحقناش نلم إحنا لو كنا كسبنا ماتش من كل المطشات دي كنا نقعد من بدرس ماتش واحد ماتش واحد من قبل ما نوصل وإنت في الدور الأول كمان نهي بعدد نقاط آه 28 بنت أو 28 بنت أو 28 بنت يعني خلاص إنت محتاج عشرة كمان تبقى زيزال خلاص كده بس كان في مجموعة مميزة من اللعيبة تغزة يعني في لعيبة كويسة لا هي فرة كويسة جدا آه ما تقولش مسا إنه اللعيبة قليلة أو الفرة قليلة لا المجموعة بتاعتنا كلها من أول موسم اللي جاية مانا تصبت لما كنا عفوتها لها صبت فيها لأنها مكنش موجود بعد كده طبعا المجموعة كنا كويسين جدا مع بعض مين يلعب مين ما يلعبش الدوني كانت كويسة جاية ما الراجل دا ماشي قدت اللفسي بقت اللي أنا سمعت ويعني قدت لفسي بقت مفككة خالص بقى اللي بيلعب تماما ما بيلعبش بيعمل مشاكل اللي أنا كنت بسمعه يعني بس فهي من هنا قدت لفسي لازم أن تبقى هي أهم حاجة في اللقاء الاستناء عن بعض نجوم الفريق كمان آه ما عبدو إي حاملشي آه طبعا دا برضو آه طبعا أصر العيب كويس طبعا رايز المحلة فرقة بعد ما طهبت تعرف ترجع تاني على طوله ولا الظروف صعبة هو إن شاء الله لو دوروا محترفين موجود يعني إن شاء الله ممكن الحاول لكن إن لو تحت بقى هتبقى صعبة رد فعل الجماهير المحلة يعني أنا شفت حتى في آخر مبراه المأساة في مأساة ما كانش حد مصدق الصراحة يعني هي مرة واحدة كده ماتش البنك لو كسبناه نقعد برضو ما كسبناش مرة واحدة إلينا نفسينا فعلا خلاص يعني أنا آخر ماتش الحرس همشتدي إحنا هينزل كده كده إنت قلت أنا هنكسب الحرس عافية بقى اللي هو إنت ماتش هيقعدك صح إنت كسبت ماتش هيقعدك حتى لو أسان كيس بيت الجيش تغلب بالزبط فإنت اللي عتقعد في اللايحة بتقول كده مظبوط إيه اللي حصل تحديدا في مباراة حرس الحدود يعني كلنا قلنا إيه؟ هي مباراة هتبقى سهلة الغازة المحلة لكل الناس لما سألوا لما سألوا كمان عن التوقعات مين الفرقة اللي هتبقى من غازة المحلة والفرقتين الدخلية أو أسوان قلنا غازة المحلة عشان عندهم مواجهة مع فريق خلاص هبط رسمان وحرس الحدود فالأمور سهلة فجأة المباراة دي رفقت عليها كلها وانا تفرقت عليها المباراة غريبة جدا إنه غازة المحلة مش غازة المحلة حتى يعني حتى غازة المحلة هو مستوى كان أولاية كان بلعب أفضل من كده كتير إيه اللي حصل في المباراة الأخيرة دي؟ مش عارف يعني أنا كنا مستغربين كلنا كله كم مستغرب وانا كنت في المطش هناك كله كم مستغرب يعني وش حد ما كانتش منستغرب أيوة إنت أكيد كنت معهم بقى وبصيت فقط اللبس وسمعت وشفت أو كلمت مع زميلك إيه الحالة كانت جوا المطش دوت؟ قالوا لك كمي أول ما قبل المطش خلاص الناس خلاص إحنا موت نفسنا تسندي حلو الحالة كويسة كله كله متفاعل الحمد لله خير والإدارة قالت المطش ده بفلوس كتير المكبات ومعين مطش البنك كان بفلوس كتير برضو بس في المطش حاجاتة غريبة بتحسن مش عارف يعني الراجل الأفريقي بتاعنا الفيروت يروح الكرة هو قدرنا عمل الكريات العبر فالموضوع خلاص بقى لوش لوش هي صحة إنت تقتلت للفظ السليم لوشت يعني مفاهش مش هتخش وفجأة في الآخر يخش في الجون بعد إمتى ضاغط وخلاص برضو هتقار تجيب جون يعني خش بكرة الستة تشوت تجي في راجل بتاع الحرس تترد بجون خلاص قتل بقى الدنيا توطرت بقى.. او عفوا الفرقة توطرت و الامور كان فيها حماى اذا و التركيز زيادة ألب بتوتر كان توطر عايزك سب عايزك ياسب بس ما كانش فيس هنا تقتر لا sol خالص لا طيب يعني اتقال بعد كده انه بعض اللاعبين ما كانوش مركزين وبعض اللاعبين كانوا بيفكروا في عروض تانية وبعض اللاعبين مش فالي معهم المباراة هل الكلام ده كان موجود جهو أبطل درس؟ لا دلوقتي بعض اللاعبين ما عمل كده وحنا نزلنا هم مش عايزين مش حد اللي قدروا مش عايزة مش حده خدس في لعبة جاء العروض مش عايزين نقفلين الموضوع خدس فأنت كلاعب انت اللي خسرت؟ أنا اللي خسرت طبعا أنا مهمشي من فرقة في الممتازة أمممشي فرقة بالدرجة التانية وكمان مش هفهمشي من درجة التانية أنا كمان ارخيما عليا لأنهم ما شايفين أنت في آخر فترة في الدور التاني في بعض اللاعبين مستوانسي جدا في الدور التاني بززات أو آخر عشر مطشب بززات الدولي عمل الدروب لما القرارة تلعب بتاع خاصمة 50% من المستحقات ده هلت عمل أزمة في الفرقة؟ بس القرارة ده تلعب لو نزلنا يعني هو طالع 50% في كل عقد لعيب لو نزلنا هيتخسب مني 50% لما نزلتو ده عمل أزمة في الفرقة يعني أنت مستخصب منك 50% ومستحقتك؟ او يعني بس أنا راجل عندي ظروف لأن أنا راجل سألت الفرقة في السؤال ايو أنا عايزة أسألت السؤال ده بس ألتك سؤال ده عشان كده أنت راجل مصابة ما بتلعبش يتخصب منك فلوس؟ لا والناس المكانية معي أن أنا إن شاء الله لو أوليك مستحقات السنة ده أنا يبعطيها لك إحنا بنتكلم أنت خلاص بعد كده الفلوس اللي تحت دي مش تنفع فأنا مستنيه من المدير الكوراية يكلمني ويصف معي الفلوس بتاع السنة دي بس أنت باكش علاقة بالـ 50%؟ المفروض يعني يعني المفروض يعني أنا لسه لسه لي مش متأكب منها بس هي مش منطقية طبعا اه طبعا في دي إصابة 6 أشهر أنا أعمل إيه أنا مش أسبوعين أنا سايب الفرقة في السادس مش اه اه طيب بالنسبة للأصابة أنت الوضعك إي دلوقتي فيه نضم الفرقة اه حضر فاطر عدد عادي خلاص جاهز خلاص اه الحمد لله دكتال فاطر فاطدي ما عرفت أنت كنت تتال مع أكرم طوفيه وكريم فؤاد اه مع الدكتور النجارة اه ربنا يشفيهم هم كمان إن شاء الله يبقوا موجودين في الملعب سريعا